على بعد أيام من مساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام مدلس الشيوخ تشهد المحاكمة أحداثاً متلاحقة قد يكون لها تأثير كبير على مجرى المساءلة فقد انفصل عدد من المحامين في فريق الدفاع عن ترامب في إجراء وصفته مصادر مطلعة بالقرار المشترك وعن حيثيات الانفصال هذا اتخذ ترامب قراراً مفاجئاً بالتخلي عن اثنين من محاميه كان من المقرر أن يقود فريق الدفاع عنه هما كبير محاميه في هذه العملية بوتش باورز وديبورا باربيه ليضافوا إلى ثلاثة آخرين على علاقة بالفريق وهم جوش هاورد وجوني غاسر وغريغ هاريس الذين انفصلوا أيضاً عن ترامب انسحاب قالت مصادر أنه جاء بعد خلافات بشأن الاستراتيجية القانونية التي تتضمن في تفاصيلها وفقاً لسين أن رغبة ترامب أن يدافع محاموه عنه عبر فرضية حصول عملية تزوير خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر الماضي بدلاً عن التركيز حول مساءلته أمام مجلس الشيوخ التي من المقرر أن تبدأ في التاسع من فبراير بتهمة التحريض على التمرد على خلفية اقتحام أنصاره مقر الكونغرس في السادس من يناير الجاري واعتبرت مصادر مطلعة أن التحرك الأخير من قبل ترامب من شأنه أن يربك بقية فريق الدفاع الخاص به الذي يعاني خللاً في بنيته قبيل أيام من المساءلة من جانب آخر كان 45 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أيدوا مسعاً لوقف مساءلة ترامب إلا أنه تصويت فشل في وقف المحاكمة لكنه بعث بمؤشر وفقاً لمحللين إلى أن الإدانة ما تزال بعيدة المنال روان حمزة الحدث